بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا فيكم في جلسة مجلس الوزراء 110 يجري في غزة عملية تقتيل وإبادة جماعية ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا خلال هذا العدوان على أهلنا هناك وفي الضفة الغربية عملية إعدامات ميدانية بحق الشباب الذين هبوا دعما لأهلهم في القدس وغزة ضد سياسات القتل والتهجير والتطهير العرقي والهجمات على الأقصى والقيامة والمس بالمحرمات هذه الجرائم أدانها معظم المتحدثين في مجلس الأمن الذي طالبنا بإنعقاده للمرة الثانية من أجل وقف العدوان فوراً وأنا أرحب بالكلمات المنصفة التي قيلت بحق فلسطين إلا أنه وللأسف قد أخفق المجلس للوصول إلى موقف موحد يدين الاعتداءات الإسرائيلية ووقفها فوراً هذا يعني أننا سوف نتوجه إلى الجمعية العمومية لإصدار هذا القرار حيث لا أحد يملك حق الفيتو هناك وسيكون هناك اجتماعاً لللجنة الربعية اليوم للمرة الثانية على مستوى المندوبين واجتماع آخر لوزراء خارجية أوروبا لمناقشة العدوان على فلسطين وبصراحة لم يعد كافياً إصدار بيانات الاستنكار والتنديد وعليه يجب أن يصدر قراراً عن الأمم المتحدة يقول بعدم شرعية كامل الإجراءات الإسرائيلية بحق أرضنا وشعبنا ثانياً أن يكون هناك إجراءات عقابية ضد دولة الاحتلال ثالثاً أن تستدعي الدول الصديقة سفراءها في إسرائيل للتشاور على الأقل تعبيراً عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي على أهلنا رابعاً منع دخول أي إسرائيلي لأي دولة عربية ووقف أي صفقات تجارية مع إسرائيل خامساً ربط أي مساعدة دولية لإسرائيل وخاصة من الولايات المتحدة وأوروبا باحترام إسرائيل لحقوق الإنسان إن عائلات كاملة أبيدت وهدمت بيوتها على رؤوس أطفالها بفعل الغارات الوحشية التي وزعت الموت والرعب والدمار والأشلاء في حطام المباني المهدمة والشوارع المدمرة هذه المشاهد الدموية وصور الأطفال هؤلاء الأطفال الذين هؤلاء الأطفال الذين تقطر ملابسهم دما وقد فارقوا الحياة قبل أن يروها لهي من أكبر الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي كما يجري ارتكاب جرائم مبرمجة تبث على الهواء مباشرة ولا أحد في العالم يمكن أن يقول أنه لم يرى ولم يسمع إن الجنائية الدولية ترى وتسمع وعليها الإسراع في إجراءاتها إن كل يوم يتأخر فيه العدوان إن كل يوم يتأخر فيه وقف العدوان يعني تجديد رخصة القتل التي تكون بها إسرائيل بحق أهلنا إن هذا الأمر يجب أن يتوقف فورا لقد طلبت من جميع الوزارات وبتوجيه من السيد الرئيس ومنذ اليوم الأول للعدوان بالإسراع بتقديم المستلزمات الطبية والإغاثية ونعمل مع الأشقاء المصريين والمنظمات الإنسانية الدولية لتأمين دخول تلك المستلزمات فورا كما تضمنت اتصالاتنا مع الإخوة المصريين والأردنيين تسهيل إجراءات العبور لأي مساعدات موجهة للقطاع مع ترتيبات لفتح معبر رفح وخاصة لإسعاف الجرحة وعليه يجري اليوم تحضير إرسالية أدوية إرسالية أدوية ومعدات ومستلزمات طبية طلبها أهلنا وكوادرنا الطبية في غزة كما سيتم إرسال ألف وحدة دم تبرع بها أهلنا هنا وستتم إرسال وفد طبي من المختصين للمساعدة في الحفاظ على أرواح أهلنا هناك وقد تم التواصل مع وكالة الغوث للوقوف على احتياجات مراكز الإيواء للذين هدمت بيوتهم إننا نتابع ما يجري كل لحظة ونهيب بالمجتمع الدولي التدخل لوقف العدوان ولكن إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تستجيب لأحد أوجه التحية للشعوب التي هبت في العواصم العربية والعالمية تضامنا مع شعبنا ضد العدوان إن رسالة هذا التضامن العالمي واحدة هو أن القضية الفلسطينية حاضرة في عقول وقلوب العالم والشعوب والحكومات وأنها اليوم تتصدر مرة أخرى سلم أولويات النشاط السياسي والدبلوماسي العالمي وأن فلسطين هي مركز السراع ولب السلام ولب الحرب إن إسرائيل لا يمكن لها أن تجمع بين احتلالها وجرائمها علينا وبين حصولها على أمن وسلام مجاني وفي الذكرى ثلاث وسبعين للنكبة يتضح كل يوم أن على العالم تقديم مشروع سياسي للحل مستند للشرعية الدولية والقانون الدولي من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين إن شعبنا يجسد اليوم وحدة وحدة كاملة بالجغرافيا والهوية ووحدة الألم ووحدة المعاناة ورغم محاولات الاحتلال طمس الهوية وتزوير التاريخ وفتفتة الجغرافيا إلا أننا سنهزم هذا الظلم الذي لا يدوم إن شاء الله وشكرا شكرا